بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرحب فيكم أعزائنا الطلاب في هذه الحلقات من دروس الجغرافية للصف الثاني عشر أدبي لكن حلقتنا عزيزي الطالب اليوم ستكون حلقة مميزة بحيث أنها ستكون إن شاء الله مراجعة على بعض الأسئلة للفترة الدراسية الثانية سنتعرف على أكثر من خلال نوعيات الأسئلة لكن تابعونا إن شاء الله بعد فاصل قصير بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي الطالب من جديد أنوان حلقتنا اليوم سيكون حلقة مراجعة للفترة الدراسية الثانية ورح نتعرف على نوعيات كثيرة من الأسئلة اللي ممكن أن تجينا إن شاء الله في الاختبارات رح نتعرف على نوعيتها ونتدرب عليها لكنها بيكتركز معي عزيزي الطالب والتابع معاي أول بأول تابع معاي أولا إحدى نوعيات الأسئلة هذه اللي ممكن رح نشوفها أكيد رح نشوفها إن شاء الله في اختبارات الفترة الدراسية الثانية اللي هو اختر البديل المناسب من البداء التي تليه كل عبارة رغم واحد تحتفل للجمعية العامة للمؤمن المتحدة بيوم البيئة العالمي كل عام بتاريخ يوم البيئة العالمي متى عزيزي الطالب تذكر معاي؟ هل هو خمسة مايو أو خمسة يونيو أو خمسة يوليو أو خمسة أغسطس؟ ما هو عزيزي طالب؟ أحسنت خمسة مايو خمسة مايو اللي هو خمسة خمسة من كل عام أكثر دول العالم في احتياط الغاز الطبيعي حسب إحصائية 2005 ما هي عزيزي الطالب؟ نستذكر مع بعض هل هي في المتحدة الأمريكية أم روسيا أم المملكة العربية السعودية أم قطر لك العز الطالب الغاز الطبيعي أحسنت روسيا رغم ثلاثة العالم الذي أشار إلى أن التصحر هو افتقار للنظام الأيكوليجي للأرض بفعل تأثير الإنسان ماذا يسمى هذا العالم عز الطالب هل هو أبرافيل راب درينغ موريتمور أحسنت درينغ أربعة نسبة إنتاج آسيا وأستراليا من الفحم الحجري لعام 2005 يمثل الجزء المظلل من الدائرة البيانية وهذا ركز عز الطالب على الدوائر الطالب هو الجزء المظلل أي جزء المظلل يمثل ألف أم الجزء المظلل باء أم الجزء المظلل جيم أم الجزء المظلل دال وركز عز الطالب على باء تقريبا أكثر من نصف أحسنت باء باء أكثر من نصف يعني ما يقارب تقريبا 55 إلى 60% خمسة القارة الثانية من حيث توفير المياه النقية حسب تقديرات 2001 تسمى أي قارة عز الطالب توفير المياه النقية الصالح للشرب أسيا أم أستراليا أم أفريقيا أمريكا الجنوبية أحسنت عز الطالب أسيا ستة أول مبنى في العالم يتم فيه تعليق توربينات ودد الكهرباء من الرياح تذكر عز الطالب دولة عربية لا دولة خليجية بعد ركز مركز دبي التجاري وزارة الطاقة الأمريكية مركز البحرين التجاري معهد الكويت للبحاث العلمية في أي دولة كان عز الطالب أحسنت في البحرين ماذا يسمى مركز البحرين التجاري سبعة التوزيع الصحيح لدول حزام الجوع الأفريقي والسؤال هذا مهم عز الطالب يجب أن تتبه له حزام الجوع الأفريقي لا يطوفك ماذا يمثله من الخرائط طبعا هذه الخريطة لقارة أفريقيا يمثل الجزء المضلل لأي واحد من الخريطة هل هو الجزء الغربي أم في وسط القارة أم الجزء الشرقي أم أغالبية القارة أحسنت وسط القارة هو منطقة تسمى حزام الجوع الأفريقي ركز عليها ممكن يطلبها عز الطالب لك أنك أنت تظل لها بنفسك ثمانية تنتمي البكتيريا والفطريات إلى مجموعة من العناصر تذكرون عناصر النظام الأيكولوجي أربعة عناصر تذكرونها عز الطالب أربعة عناصر فالبعناصر المحللة هي إحدى العناصر كانت هي الحية المنتجة أم الحية المستهلكة أم غير الحية أو المحللة مثل ما قلت لك عز الطالب المحللة هي أحدى عناصر النظام الأيكولوجي تنتمي إليها الفطريات والبكتيريا تسعة الدولتان اللتان بلقت فيهما أعلى كمية الأمطار الصاقطة سنويان يمثلها على الخريطة المقابلة أي حرف من الدول الخيجية ركز عز الطالب باء وجيم أم ألف وجيم أم ألف وجيم أم ألف ودال أم ألف وباء أحسنت ألف وباء ألف وباء أي دولة الكويت وعمان عشرة نسبة مساهمة النفط كمصدر مصادر إنتاج للطاقة الكهربائية يمثله في الرسم المقابل ما هو تذكرنا عز الطالب لما قلنا لكم أن النفط هو أكثر مصادر الناظبة استخداما في الوقت الحالي فكان يمثل تقريبا 93% فنشوف طبعا من خلال هذا الرسم هذا يسمى هذا الرسم عميدة بيانية ممتاز هل يمثله رغم واحد أم اثنين أم ثلاثة وأربعة ونركز قلنا لكم أنه أكثر المصادر الناظبة يمثل 93% فأكيد راح يكون أحسنت 11 الجزء المضلل من الدائرة البيانية المقابلة يمثل احتياجات الوطن العربي من القمح أم السكر أم الزيوت النباتية أم اللحوم ركز عز الطالب أحسنت السكر 12 احدى المجموعات الغذائية تشمل طبعا النشويات والسكريات والدهنيات ما هي؟ هل هي بروتينات أم فيتامينات أم كربوهايدرات أم دهون؟ أحسنت عز الطالب كربوهايدرات ننتقل عز الطالب الآن إلى نوعية أخرى من الأسئلة وهي أكمل الجمل التالية بما يناسبها وهذه طبعا أكيد أنها راح تجيك في الاختبار ونتزم إن شاء الله أنها راح تجيك في الاختبار لكن تدرب عليها ويعرف ماذا تكتب عز الطالب السؤال الأول أكثر العناصر استخداما للحصول على الطاقة النووية في عام 1789 على يد العالم كلابورتر عنصر يسمى ماذا يسمى هذا العنصر عز الطالب؟ أحسنت اليورانيوم ونذكرك عز الطالب أن الطاقة النووية هي أحدى مصادر الطاقة الناظبة القير متجددة ولإنتاج هذا النوع من الطاقة نستخدم هذا العنصر اللي هو اليورانيوم بارك الله بك اثنين الدولة صاحبة حفر أول بئر للغاز الطبيعي وكان عام 1820 ما تتسمى هذه الدولة؟ لإنتاج ركز الغاز الطبيعي أحسنت ألو لا تمتحدة أمريكية؟ بارك الله بك ثلاثة الدولة الأولى التي استخدمت الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر وكان ذلك في عام 1892 دولة استخدمت إنتاج كهرباء في تحلية مياه البحر ما تسمى؟ تشيلي بارك الله بك وركز على السؤال هذا تشيلي مهم أربعة أقدم مصادر الطاقة التي استخدمها الإنسان قلنانا الإنسان مر بمراحل وكانت أولها استخدامه لطاقة النار وختمناها باستخدامه للطاقة الكهربائية ماذا تسمى عز الطالب؟ أقدمها؟ النار بارك الله فيك كمية الطاقة اللازمة مفهومة ومصطلح هذا كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حياة كيلو جرام من الماء درجة مئوية واحدة ماذا يسمى؟ السعر الحراري السعر الحراري بارك الله فيك ستة عملية رش الكثبان الرملية بالمشتقات النفطية وهذه طبعا أخذناها تذكره عز الطالب في موضوع التصحر مشكلة التصحر وقلنا للقضاء على الكثبان الرملية الرشها ببعض المشتقات النفطية ماذا تسمى هذه العملية؟ الطرق الكيميائية الطرق الكيميائية طبعا أذكرك أنه كان عندنا طرق ميكانيكية وطرق ميكانيكية وطرق بيولوجية فهذه الرش هي طرق الكيميائية عملية تخمير النفايات المنزلية بوسط البكتيريا لإنتاج غاز الميثان وقلنا أن النفايات المنزلية تستخدم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج غاز الميثان الذي من خلاله ننتج الكهرباء ماذا تسمى هذه العملية؟ عزيز الطالب لما تكلمنا عن المخطط لإنتاج هذه الكهرباء بعملية ماذا نسميها؟ أحسنت بعملية تغويز النفايات أحسنت بارك رفيك ثمانية عملية رعي الأغنام والماعز والإبل بطريقة غير منظمة يؤثر في تدهور القطاع النباتي ماذا تسمى هذه العملية؟ أحسنت الرعي الجائر تسعة نظام إعالة الحياة يتكون مجموعة العناصر الحية والغير حية نظام إعالة الحية ويتكون مجموعة عناصر الحية والغير حية تتفاعل مع بعضها ضمن وحدة بيئية متجانسة ونظام متوازن تكلمنا عنه قبل شوي نظام أربع عناصر يتكون منه ماذا يسمى؟ النظام الأيكولوجي يتكون من النصر منتجة ومحللة ومستهلكة أحسنت بارك الله فيك عشرة إحدى المجموعات القذائية تشمل النشويات والسكريات الدهنيات تسمى الكربوهايدرات بارك الله فيك سؤال آخر من خلال ملاحظة للخريطة نستنتج الأسئلة أو يعطيني أسئلة أقدر أوضحها على الخريطة سنشوف مع بعض أي رغبة يمثلها بارك الله فيك سبعة ممتاز ممتاز السؤال اللي بعده تتمثل تصحر الشديد طبعا حنا قسمنا تصحر شديد وشديد جدا ومن ثم معتدل ومن ثم خفيف ماذا يسمى؟ يمثل تصحر شديد في الدولة العربية تسمى تصحر شديد في أي دولة نشوفها على الخريطة؟ طبعا هي طبعا تونس أحسنت لكن موقع على الخريطة وين؟ هنا عزيزي الطالب يجب أن تنتبه ممكن أنت تعرف اسم الدولة لكن ما تعرف تحددها على الخريطة فيجب عليك أن تدرس خيرت العالم وتعرف الدول المطلوبة منك حتى يسهل لو عرفت الدولة لا تستطيع الإجابة لأنك ما تعرف تحددها على الخريطة وانتبه عزيزي الطالب الدولة التي تأسست فيها مرضمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اللي هي الفاو في عام 1945 ما اسم الدولة عزيزي الطالب؟ ركز ما اسم الدولة؟ أحسنت رقم واحد وهي كندا بارك الله فيك عين بالرمز هنا مطلوب منك ليس الاسم ولا الرقم مطلوب منك تعين برمز وهذا الرمز اللي أمامك عزيزي الطالب اللي بلون الأحمر القارة الثانية الأقل من حيث توافر المياه النقية حسب تقديرات عام 2001 أي قارة من القارات اللي قدامي عزيزي الطالب؟ حددناها بارك الله فيك اللي هي قارة آسيا قارة آسيا ممتاز أيضا عزيزي الطالب هنا نأتي إلى نوع آخر من الأسيا ممكن أن نوع هذا يكون جديد عليك بحيث أنك ترتب العمل الأحداث نشوف السؤال هذا رتب الأحداث التالية في الجدول حسب المرحلة التي مر به الإنسان وعلاقته مع البيئة نشوف بداية الإنسان بماذا وانتهى بماذا نشوف طبعا هذه الأحداث اللي بيكتر ترتبها الحدث الأول بداية ظهور التغييرات البيئية وفيها مارس الإنسان الزراع والاستقرار الحدث الثاني تأثير الإنسان فيها محدود وفيه مارس صيد الحيوانات واكتشاف النار الحدث الثالث تأثير الإنسان فيها محدودا جدا اعتمد أسلوبه في جمع الغذاء والتقاط الثمار والأوراق الحدث الرابع الثورة الصناعية رتبه لي من بداية الإنسان إلى نهايته من خلال هذه المربعات اللاحظة عزي الطالب اتجاه السهم فالمطلوب أنك تحدد من اليمين إلى الإسار أول مرحلة ننتهي إلى الإسار في المرحلة الأخيرة ففي المربع الأول ماذا نضع؟ أي حدث من الأحداث الأربعة؟ ممتاز حدث ثلاثة كان استخدام الإنسان وتأثير الإنسان محدود اعتمد على جمع القذاء والتقاطه ليس له تأثير على البيئة نهائية نجي إلى الحدث الذي بعده نضعه في المربع الثاني طبعا باتجاه السهم ما هو الحدث الثاني؟ أحسنت رغم اثنين ماذا حدث؟ تأثير الإنسان فيه أيضا ما زال محدودا اعتمد على الصيد وعرف النار اعتمد على الصيد وعرف النار الحدث الرابع أحسنت بدأ بظهور تغييرات البيئة وفيما رأس الإنسان الاستقرار والزراعة بعد ما عرف النار بارك الله فيك ممتاز إذن هذا حدث الثالث زين ما هو الحدث الرابع اللي ننتهي فيه؟ أربعة بداية الثورة الصناعية فبدأها الإنسان برغم ثلاثة كان تأثيرها محدودة واعتمد على الجمع والالتقاط وانتهاها بالثورة الصناعية وانتهاها في الثورة الصناعية وركز عز الطالب سؤال سهل جدا معلومة تعرفها لكن ممكن يكون ترتيبك خطأ فلاحظ دائما اتجاه السهم لاحظ دائما اتجاه السهم لو رتبت العكس أصبحت إجابتك طبعا خاطئة سؤال آخر ضع المصطلح المناسب بين الأقواس يعطيك التعريف ومطلوب منك المصطلح ما من أنواع الطاقة لها صفة تجدد التلقائي وفي نفس الوقت ينتج عن استخدامها لا ينتج عن استخدامها أي تلوث تذكرون تكلمنا عن مصادر طاقة متجددة ناظبة تكلمنا عن مصادر طاقة بديلة أو عفوا مصادر طاقة غير متجددة ومصادر طاقة متجددة ما هو مصطلح؟ أحسنت الطاقة المتجددة البديلة ممكن أيضا تكتب النظيفة أحسنت أجهزة يتم فيها انشطار النواة وإطلاق الطاقة الحرارية بصورة تدريجية حتى يمكن الاستبادة منها أذكرك عزيز الطالب هذه تكلمنا عنها في مصادر الطاقة الناظبة مصدر مصادر الطاقة الناظبة ما هي عزيز الطالب؟ ركز تذكر معي أحسنت بارك الله فيك المفاعلات النوية وهي طاقة النوية الطاقة النوية الفرق بين الانتاج المحلي وصافي الوردات ما هو الفرق؟ ماذا يسمى هذا الفرق؟ الفجوة القذائية إذا أصبح هناك فرق أصبحت هناك فجوة أما إذا ليس هناك فرق المعادلة تساوي صفر إذن ليست عندي فجوة قذائية القدرة على القيام بعمل ما؟ هذا مفهوم طبعا عام القدرة على القيام بعمل ما ذا تسمى؟ طاقة أحسنت تدهور وانخفاض خصوبة التربة تدهور هذا أخذناه في موضوع التصحر ركز عزيز الطال موضوع التصحر ماذا يسمى؟ تدهور وانخفاض في خصوبة الأراضي الزراعية المنتجة وتحولها إلى مناطق رعوية ماذا تسمى؟ أحسنت تصحر بارك رفيك ستة نهر يمر حوضه في أقاليم ودول مختلفة نهر موجود في دولة عربية هذكروا أنا شئ اسمه؟ نهر الدولي ومن أمثلتها نهر النيل نهر النيل يمر في كثير من الدول العالم رعي الإبل والماعز والقنم في الأراضي البرية بطريقة غير منظمة مما يؤدي إلى تدهور القطاء النباتي ماذا يسمى هذا الرعي المباثر؟ ماذا يسمى؟ أحسنت الرعي الجائر أيضا من المصطلحات عناصر قذائية وقائية للجسم حتى حنى نقي أجسامنا من الأمراض ماذا نعمل؟ شناك العزيز الطالب؟ أحسنت الفيتامينات والأملح إحدى المجموعات الغذائية التي تشمل النشويات والسكريات والدهنيات ماذا تسمى من مجموعات الغذائية تكلمنا عنها؟ هل هو بروتينات أم كربوهايدرات؟ كربوهايدرات ممتاز مفهوم بيئي هذا أخذناه طبعا في الموضوع الأول مفهوم البيئة مفهوم بيئي يقصد بيئة التمكن من المحافظة على مخزون رأس المال من جيل إلى آخر من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية ماذا هذا يسمى مفهوم البيئي؟ التنمية المستدامة أي تنمية مستمرة تنمية مستمرة ليست المرة واحدة وإنما لأعوام مقبلة سؤال ممكن تشوفه في الاختبار فقرة ويعطيك عليها مجموعة من الأسئلة تنتبه لها عزيز الطالب ممكن أيضا تستخلص الإجابة من الفقرة ممكن يطلب منك عنوان أيضا لهذه الفقرة وهذا لحسب تقديرك وتحسب إن شاء الله لك الإجابة صحيحة لكن تكون طبعا فاهم الموضوع فلا تفوت السؤال هذا منك لو طلب منك ضع عنوانا للفقرة فقرة ندرة المياه أيا كانت أبعادها أو أصولها فهي تجعل المجتمعات تشعر بأنها قيار حصينة وبالتالي تستدعي للبحث عن أمن أفضل وهذه الندرة المائية هي الوجه الآخر للأمن المائي وله مظاهر عديدة فعلى أساس أبسط معدلاته يمكن للجفاف أن يهدد أرواح الناس وسبل عيشهم نشوف الأسئلة اللي عليها السؤال الأول أرف المفهوم اللي تحت خط مفهوم قدامك تحت خط ماذا شو مفهوم؟ أمن المائي وتكلمنا لي طبعا نحن عن الأمن القذائي والأمن المائي ماذا يسمى؟ هو توفيره طبعا الحد الأدنى من الكميات المطلوبة إذن الأمن المائي تأمين الحد الأدنى من الموارد اللازمةżyć moist وإو اكتبت عزيزة طالبة تأمين الحد الأدنى من الموارد اللازمة لجميع البرامج ممكن تكون إجابتك صحيح سؤال الثاني دلل يبي دليل على ارتباط الأمن المائي بالأمن القائد برأيك عزيز الطالب هل الأمن المائي مرتبط بالغذائي أكيد مرتبط لأن الأمن ليس هناك أمن غذائي ما لم يكون هناك أمن مائي لأن من العناصر المنتجة الأساسية هي النباتات والنبات طبعا تحتاج إلى الماء وأيضا الثروة الحيوائية تحتاج إلى مياه فالأمن المائي ليس لنا قناء عنه ويترتب عليها أمن غذائي إذن يأتي ما بين تقريبا 30 إلى 40% من إنتاج الأغذية في العالم من مجموعة الأراضي المروية وتشكل 16% مجموعة الأراضي الزراعية في العالم اللي تنتج لنا الغذائي أيضا 2 تخير عزيز الطالب 2% من مجموعة الإنتاج السمكة من المياه العذبة يأتي من هذه المياه 2% من الإنتاج السمكة يأتي من المياه العذبة ويضا تساهم في الأمن الغذائي تبلغ الاحتياجات الحالية من مياه الشرب للحيوانات في مزالة التسمين على مستوى العالم حوالي 60 مليار لتر يوميا وأيضا هذا دليل أيضا واضح على أن الغذاء مرتبط بالماء تابع أسئلة الفقرة كيف تحقق دولة الخيجة العربية أمنا قذائيا ممكن يطلب منك عزيزة طالب مقترحك أنت ما مقترحاتك لتحقيق الأمن القذائي على سبيل المثال أو الأمن المائي في دولة الخيجة العربية أو ممكن يقول لك في الكويت يبي رأيك أنت فالمطلوب من خلال فهمك للموضوع أنك تبدي مقترحاتك وتعطيني رأيك وبالتالي إن شاء الله راح تكون إيجابتك صحيحة لكن طبعا فاهم الموضوع كيف أن أحقق تأمين الموارد المائية وهذه ممتازة المتجددة عن طريق تنمية تقنية معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها بنسبة 100% في الزراعة أو الصناعة أو في تخزين المياه الجوفية اثنين تطوير تقنية تحلية المياه نطورها بدلا أن نعتمد على مصادر الطاقة الناظرية نستخدم مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج المياه أو تحلية المياه العمل على تقليل الفاقد من المياه وخاصة في استبدال ريب الغمر بالريب التنقيط أو الريب المحوري نوفر شوية من المياه أيضا ترشيد استخدام اليومي للمياه ووضع نظم إرشادية ونحط ثوابط لهذه العملية دراسة إمكانية تكامل الإقليمي في مجال المياه من خلال مشاريع استيراد المياه من الدول المجاورة الدولة التي لا يس لها مصادر مياه ممكن تستعين بدولة أخرى بسبب لأن وجود أنهار ووجود بحيرات نستعين فيها تكامل اقتصادي نأتي عزي الطالب إلى نوع آخر من الأسئلة والأسئلة هذه تتطلب منك مهارة يجب أن تتدرب عليها تأخذ ورقة وغلن في البيت وتتدرب عليها كيف تحول الجداول إلى رسوم بيانية وأيضا كيف تحول هذه الرسوم بيانية إلى جداول ركز عزي الطالب درجة لطوفك هذه تعتمد على مهارتك وليس على حفظك أو فهمك نشوف هذا الجدول أمامي يعرض لي دول تعاني من نقص في القذاء فيمطلوب منك حول الجدول إلى أعمدة بيانية طبعا في البداية مثل ما علمناك في الدوس السابقة نضع العامود الرأسي ومن ثم العامود الأفقي عامود رأسي ومن ثم عامود أفقي ومن ثم نضع التدريج الرقمي على العامود الرأسي نضع التدريج الرقمي على العامود الرأسي وهذا يرجع إلى تقديرك أنت عزي الطالب بإمكانك تضع عشرة عشرين ثلاثين أربعين وبإمكانك تضع خمسة عشرة خمستعشر عشرين ما تراه مناسبا أو حسب ما هو مطلوب عندك في الجدول فوللاحظ الجدول الأمامي عزيزي الطالب أرقام كبيرة فمن الصعب أن نضع خمسة عشرة نضع تقريبا الأفضل عشرة عشرين ولو وضعت خمسة عشرة ليس بصحيح عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين ممتاز تدريج تحط عشرين أربعين ستين أيضا تعتبر صحيح نأتي إلى العمود الأفقي ماذا نضع في العمود الأفقي قمح المنتجات أو السنوات أو الدول ومثلما قلنا لك عزيزي الطالب بعدما حددنا العمود الرأسي وتدريج الأرقام عليه حسب ما تراه مناسبا نشوف العمود الأفقي والعمود الأفقي ممكن نضع عليه منتجات زراعية أو منتجات قذائية أو نضع عليه دول أو نضع عليه سنوات حسب ما هو مطلوب عندي في الجدول فنشوف قدامنا هذا العمود الأفقي وضعنا عليه حسب ما هو مطلوب قمح وسكر وزيوت نباتية منتجات قذائية وهنا عايزي طالب مطلوب منك عمودين نسبة ما ينتج ونسبة ما يستورد لكل سلعة من السلع الغذائية ونسمي هذا التدريج في الأعمدة أو معمدة مزدوجة لكن لو طلب منك نسبة واحدة لنسبة ما ينتج على سبيل المثال نضع عمود واحد أما إذا طلب منك ثنين ويطلب منك ثلاث نسب نضع ثلاثة فنسمى هذه الأعمدة معمدة مزدوجة أعمدة مزدوجة أو أعمدة ثلاثية المطلوب هنا أعمدة مزدوجة نشوف على سمثال أول هذه السلعة القذائية القمح نسبة ما ينتج نضع نشوف المد من أول العمود الأفقي نصعد إلى ما يقابله من رقم 35 ممتاز اثنين نسبة ما يستورد ونشوف العمود الثاني نبدأ من العمود الأفقي وننتقل وصولا إلى فوق الستين وهو يناسب 65 ممتاز بارك الله فيك إذن خلصنا المنتج الأول ننتقل للمنتج الآخر السكر السكر نسبة ما ينتج نبدأ أيضا هنا قلنا لك عزيزي الطالب من العمود الأفقي نرفع إلى أن نوصل إلى ما يقابله من الرقم من العمود الرأسي كم؟ 26 ممتاز نبدأ بالعمود الثاني نشوف نسبة ما يستورد نبدأ من العمود الأفقي وصولا إلى الرقم 5 أربعة وسبعين ممتاز ننتقل إلى المنتج الأخير اللي هو الزيوت النباتية بنسبة ما ينتج كم؟ 38% إذن نبدأ من العمود الأفقي نصعد إلى ما يقابله من الرقم في العمود الرأسي 38% وهذا طبعا تقدير طبعا تقريبي يا شباب ما هو بالضرورة 100% لكن تقريبي ننتقل إلى نسبة ما يستورد العمود الآخر نشوف أحسنت اللي هو 62% ونضع على مفتح نقول أن اللون الأزرق هو نسبة ما ينتج والأعمدة اللي باللون الأحمر هي نسبة ما يستورد بالشكل هذا نكون حولنا إلى أعمدة بيانية مزدوجة وأخذنا درجة السؤال مثلا لك عزيز الطالب هذه كلها راجعة إلى تقديرك أنت سواء في تدريج الأرقام أو في الأعمدة وما يقابلها من أرقام ونذكر أن هذه عملية تقريبية لكن تطلب منك دقة شوي حتى تحصل على الدرجة المناسبة بارك الله فيكم نشوف أيضا نوعية أخرى من الأسئلة وهي فرق فرق يعني شنو؟ عرف وعرف عرف التعريف الأول وعرف التعريف الثاني هي مجرد مفاهيم وتعاريف لكن السؤال ممكن يربلك شوي فرق فرق هو بين المفهومين مظاهر عزيزة تصحر الشديد ومظاهر التصحر الشديد جدا فرق بينهم شديد وشديد جدا مظاهر التصحر الشديد ما هو تحويل النباتات المفيدة إلى غير مرغوب فيها أو ازدياد مستوى التعريف واجرف قطاء التربة وازدياد الملوحة بشكل يصعب الاستمرار معه في الإنتاج الزراعي إذن هذا بالنسبة مظاهر التصحر الشديد نأتي إلى مظاهر التصحر الشديد جدا ماذا يحدث؟ تدهور شديد للقدرة البيولوجية لعناصر البيئة حيث تفتقد التربة قدرتها الانتاجية وتتكون قشرة ملحية مع التربة يتزايد عدد الكثبان الرملية وهنا حب أذكر يا عزيزي الطالب أن التربة لا تصلح إلا بوجود الطبقة السطحية فبالتصحر ممكن أن يجرف للتربة السطحية التي توجد فيها جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات فهذا من الأخطار التي ممكن أن التصحر يقضي عليه أيضا نوعية أخرى من الأسئلة علل ما هو علل؟ الذي هو أذكر السبب يبقى الأسباب بس شغلة بسيطة محدودية استغلال الطاقة الكهرومائية شنو معالات كهرومائية؟ أي كهرباء تنتج بالطاقة المائية إذ ما قرنت بمصادر الطاقة الأخرى ليش هذه محدودة؟ من الطبيعي أنها لا تستطيع انتاج الطاقة الكهرومائية إلا بوجود أمواج أو سواحل فيها مد وجزر أو بعض نشوف مع بعض يقع معظم احتياط الطاقة الكهرومائية في دول نامية في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وهذه الدول عاجزة ماليا لا يستثمار واستغلال هذه الطاقة يعني موجودة الإمكانيات لكن الإمكانيات المادية غير متوفرة معظم الدول النامية فقيرة ومعدل استهلاكها للكهرباء متدني بسبب عدم وجود صناعات فما يستخدمون الطاقة الكهرومائية لأنها طاقة مكلفة فيبقى استخدامها محدود في هذه الدول النامية تقع بعض الدول أو تقع بعض المصادر المائية بعيدة عن مصادر العمران في كثير من الدول مما يجعل تكاليف نقل الطاقة المنتجة إلى مسافات طويلة قالية لا يستطيع هذه الدول تحملها بسبب عدم القدرة المالية فلو اللحظة عزيزي الطالب أن في النهاية المصادر المائية اللي ممكن أن ننتج منها الطاقة الكهرومية موجودة لكن لا توجد وفرة مالية فلذلك تستبعد ثنين من أسئلة تعلل أيضا أن العوامل الطبيعية دورا كبيرا في مشكلة تصحة في دولة الكويت ممكن أن يطلب مقترحك عزيزي الطالب هل العوامل الطبيعية؟ نعم شنو عندنا بالضبط؟ عندنا حرارة شديدة عندنا تربة رملية فلذلك هذه العوامل الطبيعية تؤثر طبعا في مشكلة التصحر وتجعل مشكلة التصحر أكبر أو أكثر نشاطا في دولة الكويت زين نشوف مع بعض أن الكويت تقع ضمن الحزام القارق الذي يتميز بشريد الحرارة وقلة صغوط الأمطار وقد تعرضت إلى فترات جفاف خلال ذلك ترتفع درجة حارة الرمال السطحية وتتفكك التربة وتداهر غطاء النباتي مما يسهل من الرمال بالفعل الرياح وبهذه المناسبة أذكركم أن الكويت مرت بثلاث مراحل الجفاف نستذكرها ونرجع لها في الكتاب المدرسي ثلاث مراحل من الجفاف السؤال الآخر من أسئلة تعلل تزايد الاتجاه العالمي نحو مصادر نظيفة للطاقة وهذا تكلمنا عليه في مشكلة الطاقة وقلنا أن من مستقبل الطاقة أن تتجه دول العالم إلى استخدام الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة أيضا الطاقة البديلة زي ليش بدينا نتجه إلى هذه النوعية من مصادر الطاقة نشوف مع بعض لأنها لا تسبب تلوث البيئة كمصدر الطاقة مثل الفحم والطاقة النووية والبترول التي تؤذي إلى تلوث البيئة والإضرار بالسكان كما أن التخلص منها أو من مخلفاتها وبقاياها أمرا مكلفا جدا فهذه إحدى الأسباب وممكن لو طلب منك أيضا مقترحاتك وممكن أن تضع أنت أسباب أفضل من أسئلة تعلل أربعة مشكلة الماء في دول الخيجة العربية حنا في دول الخيجة العربية هل عندنا من الأنهار شيء؟ نعتمد أساسا على المصادر للمياه مثل المياه الجوفية ومياه البحر المحلة فمن الطبيعي راح تكون عندنا مشكلة في المياه في دول مجلس التعاون الخيجة أو في دول الخيجة العربية فينشوف أن الموقع في الإقليم الصحرائي الجاف حيث ندرت الأمطار اثنين عدم موجود مصادر للمياه العذبة كالأنهار ثلاثة تزايد السكان وحاجاتهم للماء العذب بازديال عدد السكان مثل ما عنا عزيز الطالب تزداد الحاجة للسكان ونظرا لفقر الموارد المائية عندنا في دول الخيجة العربية إذن صعب أن نسيطر في الإلكتفهر عندنا ما يسمى بمشكلة في الأمن المائي أيضا تلوث مياه البحار ومثلوث البحار طبعا هذا بسبب النفط ومشتقاته خمسة جرف وتدهور الطبغة السطحية للتربة ليش؟ علن؟ اذكروا السبب طبعا التربة السطحية تنجرف بعمليتين نذكركم مع بعض انجراف ريحي وانجراف مائي نشوف مع بعض على انجراف الريحي حيث تلعب الرياح دورا كبيرا في جرف التربة السطحية مكونة الكثبان الرملية هذه إحدى أسباب الجرف انجراف ريحي بسبب نشاط الرياح وخاصة عندنا في دول مجلس التعاون الخليجي الانجراف المائي نشوف مع بعض ينتج عنه طول الأمطار الفجائية خلال فترة زمانية قصيرة على المنحدرات ومناطق تصلب الطبغ الخارجي التربة بسبب حركة السيارات والآليات الثقيلة وتكدس الحيوانات ونشوف طبعا الآن في الوقت الحالي تنجرف التربة وتصبح التربة السطحية مفككة ومعرضة سواء الانجراف الريحي أو الانجراف المائي بسبب حركة الآليات مثل البقيات اللي نشوفها في وقت المخيمات خاصة عندنا في دولة الكويت نأتي الآن عزيزي الطالب إلى نوعية أيضا أخرى من الأسئلة ويجب أن تتدرب عليها قدامك سورتين تعتبر الصورتين عن بعض العوامل البشرية المسببة للتصحر في بيئة الكويتية لاحظت الصورتين صورة لرعي الأغنام وصورة لبعض المخيمات صورتين ويعطيك عليهم بعض الأسئلة ونشوفها الأسئلة اللي موجودة على الصورتين هذه الرعي الجائر يعني تعريف الصورة الأولى هي حيث رعى الإبل والماعز والغنم في الأراضي البرية بطريقة غير منظمة يؤدي لتدهور القطاء النباتي ما الآثر المترتبة عليها؟ واضحة جدا عزيزي الطالب ما الآثر المترتبة على الصورة الثانية؟ إقامة المخيمات انت برأيك شنو؟ أحسنت ساهم في إزالة القطاء النباتي الطبيعي في مناطق نصب المخيمات طبعا هذا السؤال ممكن أن تراه صورتين ويبي تأثير الصورة الأولى الآثر المترتبة عليها وتأثير تأثيرات الصورة الثانية المترتبة عليها يجب أن تتبه لها سؤال سهل من خلال الصورة تقدر تعبر عن الإجابة بأسلوبك أنت عزيزي الطالب طبعا عرضنا لك عزيزي الطالب مجموعة من الأسئلة أو بعض نماذج للأسئلة طبعا الاختبار لا يخلو من نماذج أخرى يجب أن تترب عليها وذكر عزيزي الطالب أن إذا طلب منك ما مقترحاتك ابداء رأيك وضع عنوان لفقرة هذه الأسئلة بإمكانك أن تستطيع الإجابة عليها من خلال فهمك للموضوع لا تضع الدرجة منك أسئلة سهلة بسيطة جدا وذكركم أن الفترة الدراسية الثانية من صفحة 13 إلى صفحة 109 من صفحة 13 إلى 109 تكلمنا طبعا في الفترة الثانية عن أربعة محاور رئيسية رح ندخل معنا إن شاء الله في الاختبار المحور الأول البيئة وأبعادها المحور الثاني مشكلة الغذاء والماء والمحور الثالث مشكلة التصحر والمحور الرابع مشكلة الطاقة هذه طبعا إن شاء الله نكون قطينا الجزء المخصص لاختبار الفترة الدراسية الثانية نرجو أنكم تابعته وأذكركم أنه لا غناء لكم عن الكتاب راجع الكتاب راجع الأنشطة الموجودة خلف كل محور من المحاور الأربعة وبالتوفيق إن شاء الله طبعا إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم إن شاء الله نكون وصلنا المعلومة بالشكل المناسب دمتم في حفظ الله ورعايتكم إن شاء الله نراكم في حلقات قادمة وشكرا إن شاء الله اشتركوا في القناة